مساقكم خير حلقة الجمعة من التاسعة دايما انا بقول حلقة الجمعة من التاسعة بس النهار دا لازم نقول حلقة الجمعة 11-11-2022 من التاسعة لانه 11-11 اللي بقالنا شهور بنسمع عنه وقابله 11-11-2020 وقابله 11-11-2019 و2018 وارجع معنا كده بالتاريخ بجد دور كده في التاريخ لحد 2016 الخطة اللي كل سنة بتتعمل وكل سنة بتفشل السؤال بقى النهار دا والموضوع دا ملفتش نظرهم لحاجة يعني اذا كنت انت شخص من المحردين او من الاخواننا اللي قاعدين في مكاتبهم او في مواقعهم او في مخابئهم وقاعدين يحردوا بقالهم 6 سنين على التوالي المصريين ونتوقع ونتحمس واحنا بصراحة كل سنة كده نشتري الفكرة يعني الحقيقة ما بنصدقش بس نشتريها بجد يعني ما لا احنا مش طايقين لا مش مستحميل لكن كون ان الفكرة بتفشل كل المرات دي دا ملفتش نظرك لحاجة السؤال التاني بقى الحقيقة انه انا شخصيا لفت نظر تلات حاجات مهمين جدا فيه رسالة مهمة جدا في هذا القدر من التجاهل اللي بيحصل لكل دعوات التظاهر مش بالمناسبة الرسالة مفادها مش انه محدش معطارط ولازم الموضوع دا يبقى واضح عننا جدا مفادها انه الناس مش مصدقينك بلاش اقول كده الناس مش بتحترمك الناس مش بس مش بتصدقك ومش بتحترمك ومش واثقة فيك لا دا دا الموضوع اكبر من كده بشوية الناس اصلا مش شايفاك الرسالة دي مهمة جدا انها توصل لكل شخص من المحردين والمخالبين المصرين مش شايفينك اساسا مش بس مش بيصدقوك لكن بعض الناس هيقولك طب يا عم شوف المشاهدات شوف حجم الفيوز قد ايه عندهم شوف حجم المتابعات لا لا خالص الحكاية دي مش مقياس ابدا ينفع جدا اتفرج على ومع كامل الاحترام للاراجوز وشخصية الاراجوز ينفع اتفرج على الاراجوز بالمناسبة وحبه وحب طريقة صوته وحب كلامه وحب افتعاله للمواقف ونص الحقيقة وطريقة الحكايات اه طبعا نتفرج كلنا بنتفرج بالمناسبة لكن دا لا يعني ابدا اني هصدقك او اني هشتري منك دي رسالة مهمة جدا احنا مش شايفينك لكن في رسالة تانية ورسالة دي النهاردة شفناها قوي واحنا شايفين المصريين قلب والثورة كاميكس من الساعة وحدة الظهر خلاص الثورة المزعومة تقلبة كاميكس اه احنا بنهزر نقلبها زار وندحك ونهزر احنا مش واخدين الموضوع زار احنا فاهمين مصر فاهمة قادرين نشوف الفرق ما بين المحرد المخرب اللي بيستغل كل فرصة بلده فيها بتطلع خطوة لقدام هو اعصابه بتنهار عايزي رجعها الورا وبين المعتارد واللي شايف ان فيه شوية مشاكل واللي شايف ان فيه حاجات اللازم تتصلح واللي شايف ان الازمة الاقتصادية ضغطته مصر تقدر تميز بين الوطني اللي بيحب بلده ويعتارد ويختلف ولازم يفضل يعتارد ويختلف ونسمعه لسه من دقائق كنا نسمع مزاماين نقل حوار الوطني ونزوله لكل مواقع اللي ممكن نسمع فيها لازم نعمل كده دي رسالة مهمة لنا جد كلنا لازم نسمع اللي معتارد لكن اللي معتارد ومعانا واللي وقت الجد هو في ظاهر بلده بيحبها والرسالة التالتة والأخيرة احنا طلعنا مش فاضين الحقيقة مش فاضين لا فاضين لثورة ولا فاضين نصدق ناس بتجدب ولا شعرات الحقيقة مش فاضين احنا ورانا شغل وورانا اهم وظيفة عندنا الفاترة دي في التحدي الكبير اللي احنا بنمر به بالمناسبة طبعا مصر بتعمل عظم افشار من الشيخ وده نتكلم عنه النهاردة لكن احنا في تحدي حقيقي احنا ورانا شغل اللي مش هيشتغل النهاردة مالوش مكان في بكرة لو انت مش هتبقى احسن عشر خطوات ملكش مكان لو احنا مش هنعرف نمكن الشاطر واللي فاهم واللي قادر يقدم لنا حلول لاننا فعلا في أزمة يبقى احنا كمان بنهزر والحقيقة احنا مش بنهزر نهاردة مصر اثبتت انها مش بتهزر ترجمة نانسي قنقر